أولاً نحمد الله تبارك وتعالى على نعمة التوحيد والسنة ونسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى يوم نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه ربنا سبحانه وتعالى قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هذه الصورة القصيرة في كلماتها والكبيرة في معناها فيها فوائد عظيمة جداً ومن تدبر هذه الصورة وفهم معناها فإنه ينجو في الدنيا ويوم القيامة ومن عمل بمقتضى هذا الفهم ربنا تبارك وتعالى يذكر نعمته على هذه القبيلة قبيلة قريش وهي التي منها النبي عليه الصلاة والسلام وهي من أشرف القبائل لأن الله تبارك وتعالى يختار الرسل من أشرف قبائلهم ربنا تبارك وتعالى ذكر أن هذه القبيلة كانت متآلفة فيما بينها لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ومعلوم عندكم إن القريش كانوا أهل تجارة وكان يمشوا لليمن والشام رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف ويجيبوا التجارة بتاعتهم وزي ما بتعرفوا في قصة بدر وهذا هو السبب الذي كان به غزوة بدر أن عيرا لقريش جاءت بقيادة أبي سفيان ومرت بالمدينة فكانوا يمشوا يجيبوا التجارة البضايع في رحلتين الشتاء والصيف من الشام ومن اليمن وكانوا في أمن واستقرار حتى أن بعض العلماء ذكروا أن المراد بقول الله تبارك وتعالى ودرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان قالوا هي قريش فربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بهذه النعم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وقال بعض العلماء أن إن هذه السورة لها علاقة بالتي قبلها وهي سورة الفيل قبلها سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أي ألم تعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم وكل من يوجه له الخطاب ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وقصة معروفة مشهورة أن أبره الحبش جاء بجنوده ويريد هدم الكعبة بعد ذاك ربنا تبارك وتعالى جعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بهجارة من سجيل لإيلاف قريش يعني الله تبارك وتعالى رد كيد هذا الرجل أبره ومن كان معه من الجنود وأرسل عليهم طيوراً لها أعناق طويلة كما جاءت في كتب وتأخذ الحجارة في كل حجر اسم الزول الذي يقع عليه الحجر ولما يقع عليه يموت طوالب وحتى الفيل حبسها الله تبارك وتعالى وما استطاعت أن تتقدم نحو الكعبة أمن يوجهها لأي اتجاه ثاني الفيل بتمش أول ما يوجهها على الكعبة لا تستطيع السير شكد النبي عليه الصلاة والسلام لما كان على الناقة بتاعته والصحابة قالوا خلأت القصوى قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك بخلق لها ولكن حبسها حابس حابس الفيل المهم هذه السورة لها علاقة بصورة الفيل يا ربنا يذكرون إنه رد كيدا كيدا أبره ومن كان معه ليه ده كل ليه السبب لإلاف قريش من أجل اتلاف قريش ثم قال الله تبارك وتعالى فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ودي تجمع مع الآي القريناء قبو شوية يأتيها رزقها رغدا من كل مكان قرية آمنا مطمئنا كانت آمنا خوف مافي مطمئنا الرزق جاي من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان لكنهم ما طبقوا هذا الأمر الذي أمر الله تبارك وتعالى به في سورة قريش فليعبدوا رب هذا البيت أذكر بالبيت لأنهم كانوا يعظمون البيت وكانوا يكسون الكعبة حتى ذكر بعضهم إنهم كانوا يكسون الكعبة من حر من أموال الماء فيها لا ربا لا فيها يعني سحط ولا غيره كانوا يشوفوا المال الطيب يكسون الكعبة ويأكلوا الحجاج ويسخوا الحجاج شكذا ربنا زكروا بهذا الأمر فليعبدوا رب هذا البيت ما البيت لأن البيت ما بيجوز عبادة البيت الكعبة مع شرفها وعظم مكانتها عند الله تبارك وتعالى إلا أنها لا تستحق العبادة مع الله تبارك وتعالى شكذا الله قال لهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف والنعمتين من أكبر النعم من أكبر النعم وكل الناس بل كل المخلوقات بتحتاج للنعمتين نعمة الإطعام ونعمة الأمن والأمن والإطعام بيجب التوحيد وبيزولوا بالشرك شكذا ربنا قال فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع عكس شنو عكس الطعام والخوف عكس شنو عكس الأمن لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أي بسبب كفرهم وشركهم بالله تبارك وتعالى الأمن والإطعام بيجيب التوحيد ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا ودي جملة شرطية ولو أن أهل القرى آمنوا وتقوا لفتحنا عليهم بركات ما برك وعدي بركات من السماء والأرض وعظ الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّننَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَاءُ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشِرِكُونَ بِي شَيْئًا دي برضو شرطية إذا ما تحققت إذا ما تحقق عبادة الله تبارك وتعالى ونبذى الشرك ما يتحقق الاستخلاف في الأرض ولا يتحقق الأمن والليلة كل المجتمعات كل المجتمعات بتبحث عن النعمتين ديل فالذات المجتمع المسلم الآن نحن بنبحث عن الأمن بنبحث عن الطعام وللأسف الشديد العلاج موجود في كلام الله تبارك وتعالى لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ربنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مؤتدون دير الأمن بالتوحيد وترك الشرك بالله تبارك وتعالى دارينا أكل طعام جيد بالتوحيد وبترك الإشراك بالله تبارك وتعالى لكن صدقني ودي معلومة أخذ من القرآن بلد فيها شرك بالله تبارك وتعالى والأوثان مرفوعة التي شيدت لمحاربة للمحاربة الله تبارك وتعالى ولمحاربة دين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابها يروجون لها ويعقد لها مجالس في وسائل الإعلام كلها المسموعة والمرئية والمقروعة كلها يعقد لها مجالس يأصل للشرك السي جبيل قبل ساعة تغريبا واحد بأصل لعقيدة المتصوفة عقيدة ابن عربي صوفي الهالك في غناة الشروق الكلام ذا قبل الساعة بالضب في غناة الشروق يتكلم وقال عن التصوف ويأصل لعقيدة ابن عربي شوف الغنوات فاتحة للناس ذيل كان انت مشيت شان تنكر ولا تتكلم ما بيفتحوا لك لكن الناس تزبر تزبر فإن الفرج قريب بإذن الله تبارك وتعالى فشوفوا بلد فيها قباب واضرها بلد بينادوا فيها الشيوخ في شذايت تأكد تماما انه ما بيمشوا لي قدام وما بيلقوا نعمة الأمن ولو كثرت كل وسائل الوسائل الأمنية الحديثة مهما شفت تكتر وسائل الأمن الحديثة كاميرات وأسلاك شائكة كل الوسائل الحديثة مهما تحاول تكتر منها بلد لو ما فيه توحيد أمن ما فيه مهما تجيب وسائل الوسائل الأمنية الحديثة لكن البلد لو ناسا بيعبدوا الله تبارك وتعالى البلد بتكون آمنة من غير ما نحتاج ذاته لتعب شديد تلقى البلد آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان لكن بلد فيها القصايد الشركية تنشر كتب ككتاب الفيوض فيوض البحور المطلاطمة تاليف محمد عثمان المرغني كتب زي ذي تنشر في الأسواق ما بنلقى الأمن ولا بنلقى الطعام أنا عرشها والكرسي أنا للسمى بانيها ده محمد عثمان المرغني معظم تعظيم عجيب جدا في هذه البلاد وقليل جدا من يرضى الكلام فيه أنا عرشها والكرسي أنا أنا للسمى بانيها السمى يأتي السمى الوحدي شايفينه قال بنيت أنا أنا للسمى بانيها ولولا الحياء من ربي ربك يأتو ربك يأتو بالضب نعم نعرف ربنا إنه هو الذي بنى السماء لكن ده ده يخلطك الحق بالباطل ولولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها كالضب ما بتطفيها والله ولا بتقدر عليها لكن مصدقينه ناس كتار جدا مصدقينه ناس كتار والناس اللي بينكره بسيطين جدا بسيطين لأنه قطعت طرق يقول كتار أخونا عليهم الجزاء الله خير في مجمع الحسن لما نتكلم في ده في المرغن ده ذاته وأنا كنت قاعد معه كنت أنا موجود يعني مش كلام ده جابه لي ولا زمعته ولا شفته لا 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 كنت قاعد أنا معه في المسجد لما نجاب القصائد إن كنت في هم وغم فقم وانده ونادني يا مرقني آتيك بسرعة قال الكلام ده شريك وموجود في بلدنا دي قام له ذلك العدش طوال لك آمان حينو كفا قال له كفا هو شنو الكفا وقاعد يديك حقنا كفا شنو يا زول كفا كفا قال له والله أنا قاعد حتى لو لا هسه في المكتع ذاته مش بيقول له دول انت معاه برضو دار ترد عليه ده أنا ذاتي قاعد مع أخونا عليهمة جوة في المسجد قام وعليهمة شغال بدون مايك عمك قام لأنه هو رئيس اللجنة بتاع المسجد فتح المكروفون وقال هؤلاء شباب فتنة قال لهم هسي حيج المسجد علينا نحنا هسي قال لهم الشباب ديل كلامنا القالو دا هسي دا كلام زول جاي يصلح ولا جاي يعمل فتنة الصوفية قالوا جاي يعمل فتنة يعني داير الصوفية يقول لك شنو يعني قالوا لا جايين يعملوا فتنة قال دا الشباب فتنة وعشان يلبس الحكب الباطل قال نحن الحمد لله في هذا المسجد ندعو إلى توحيد كالضاب كالضاب والكلام دا بقوله كلهم كلهم مسجد في أبو آدم بتاع الجمعية اسمه أبو عبيد بن جراح اسم المسجد ما شئنا برضو أنا وأخونا نورين جزاو الله خير يتكلم قال لدي عادي وجبنا البرع وكتب البرع قاموا علينا جماعة باندقون صار السنة والله أنا شرطه لي قميس كان جديد والله الله يعوضني والله قميس جديد شرطه يا ناس مالكم قالوا لا 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 هذه فتنة قام برضو واحد فيهم أهبل كده طويل فتح الميكرافون وقال هذا المسجد تعلمونا أن هذا المسجد من منابر التوحيد كالضارين كلهم شفت بي نفس الطريقة دي لما ننكر عليك إنت بيحاول يفهم ناس الجامع إنه الجامع دا ماله جامع التوحيد شفت بي لبسوا الحق الباطل كيف طيب وكده الجامع بتاع التوحيد انت مشكلتك معاي شنو مشكلتك معاي شنو بو الزبط وقت الجامع دا جامع بتاع التوحيد ليه بتضاربنا وليه بتمنعنا مسجد ثالث في أبو آدم اسمه الفرغان دا بتاع المركز العام انصار رسولنا اسمه الفرغان الركاني منه خمسة ولا ستة أمتار تغريبا الركاني ستة أمتار بالضبط تغريبا من مسجد الفرغان ما شانا تكلمنا تكلمنا في الركاني قلنا زول البيجاي دا البيجاي الركاني البيجاي دا ينشر الباطل والكفر نطى علينا قال انتو كالرجال ما تمشو له أمشو له هناك ما تجد تتكلموا لنا هنا ونحن الحمد لله ندعو إلى التوحيد والله نازل كأنه يتواصل بهذا الكلام مما يشوف يحاول يعني يلبس للعوام أنه نحن بندعو إلى التوحيد وين هو توحيدك اللي بتدعو له إذا كان انت بتنكر عليه إنه أنا ما أتكلم في الركاني كل كم متر من مسجدك الركاني دا في أبو آدم محاطينه أكتر من أربع مجمعات من أطخم مجمعات أنصار السنة أربعة وعندهم مكرافونات فوق الزلده بيشتغل عندهم محاضرات وعندهم نوبة بتشتغل كل اثنين وثلاث هرفتها الأربع منابر بتاعة أنصار السنة بكل ألوانها كلهم أجنيحاتهم كلها ساكتين زول فيهم بتكلم في الزلده ما في وإنتا كما شايت تتكلم ما بيخلوك ما بيخلوك في الوالدين بتعلاماب بتعلاماب الوالدين قام واحد دكتور دكتور عديل بتاعة أنصار السنة قال الدين كل ما توحيد كلام دا يشهدوا علينا يشهدوا عليه أكثر من خمسة من أخواننا قال الدين ما كل توحيد وما كل عقيدة توحيد ما كل عقيدة توحيد دا في الوالده دكتور بتاعة مركز عام لما نقام عليه أخونا آدم النجيري أول ما قام طفى النور طوالي مقطع دا بتلقاه في اليوتيوب طفى النور وقفوا المكيفات والله إن إحنا لما استعمينا بالعرك ربنا يتقبل وما خليناه اتكلمنا ما خليناه قال يقولوا ليك ما تتكلم في حق الهرة ما نقال ما أتكلم في حق الكديسة ما الكديسة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في حقها إحنا ما قلنا لك ما الكلام في حق الكديسة حرام لكن في حق الله أهم من حق كتة وحق الكديسة أنت ما دار تتكلم فيه يخلي حق الله ألبي يشيلوا يتكلم في حق الكديسة كديسة صار رسولنا يتكلموا في حق الكديسة أما حق الله تبارك وتعالى لا بيتكلم فيه ولا بيخلوك أنت تتكلم أنا ما أعرف عندكم شنو مع الكديسة الكديسة دي بتجيب دعم ولا الحاصل شنو ها يا أخي الدماء تتكلم في حق الله تبارك وتعالى الذي بيده الأرزاق تبارك وتعالى هنفتها فالشغل الماذي بتاع الماليزي بتاع السجانة أنا بديك الآن مختطفات شان تشوف دعوة التوحيد في البلد الآن البحاربوه منه الماليزي في السجانة أخونا محمد نورين جزاو الله غير قام يتكلم في اليوتيوب تشوف الكلام ده والله ما أجاب له ثلاثة آيات الآية الأولى الثانية خشف الآية الثالثة جاب دقن شايق معه بتاع الهدف قال له طلع الزولدة من هنا ما قاله الزولدة بيبيع بنقو لا حرامي لا بيساوه في شنو قال له لا تطلع الزولدة من هنا في حين أنه الأخوان المسلمين بيجوا يخدوا لهم الكرثي ويجيبوا لهم المازا وما يتصحها ويفتحوا لهم الموكرافون الخارجي اللي بيسمع لها أبو حمامة يفتحوا لهم الموكرافون الخارجي لكن تجي إنت يذكروني كلام الزمان المنافقين كان بيقولوا شنو عن ابن سلول قالوا كاذب ربيعة خير لنا من صادق مضر يكسود النبي عليه الصلاة والسلام عارفينه كالضاب مسيلمة عارفينه كالضاب لكن قالوا الكالضاب ده أحسن لينا من الصادق داك نفس الشغلة نصار رسولنا الآن نفس الحكاية والتجرب براك شوف كلامنا دا لو ما الواقع ليك أمش جرب براك شير كتبا أي كتب من كتب الصوفية ومش بس أفتح الكتاب وتكلم أول حاجة بصنفوك مما تفتح كتاب البرعي طوالي أنت بيصنفوك لأنه شغل زي دا عندهم ما بيشتغلوه ما بيشتغلوه معروفين الشباب اللي بيشتغلوا الشغل دا مما تفتح كتاب البرعي ما بيشتغلو لك طوالي بيقوم بيوقفوك مسجد رابع ولا خامس ولا سادس بتاع الجمعية الفيلمين البري دا إمامه دكتور صلى علمين بتاع الجمعية هناك في المين البري أخونا يوسري يا زوال الله خير مش أتكلم تعارف مما بدأ في الصوفية الإمام قام صوالي يخوش بيجاي يمرو بيجاي زي هم العروس يخوش بينا يطلع يخوش بيجاي يلف العمود مرتين ثاني يجي يا زول ما لك أنت في رتيلا في ظهرك تعرف الرتيلا في ظهرك في رتيلا ولا الحاصل شو خاشي ومارك وخاشي بينا وثاني طالع يرفته يخوش بيناك رسل له شافي أنا شايفه شوفت عيني قال له مش أطفل مكروفون قال له ما لي وما لك يا زول شافع جذعه والله هو ما ما قادر يعملها في البداية ما قادر ما قالوا شي دا فما قادر بيقي يرسل في الشفع يقول له ما مشوا أطفل مكروفون أمشي أكفلوا المكروفون في النهاية لما أظنوا يتسجع ورسل له واحد كده دول أبدقين جا طوالي طقفل المكروفون يا ناس معكم في شنو الحاصل شنو تاني مرة تاني عملوها برضو لواحد من أخواننا مرتين شوف أعلم إنه قطع الطريق أنصار الصنة الآن صاروا قطع الطريق بين دعوة التوحيد ودعاة الشرك عرفته دا إنتا تكون دار تشاكل لك زول ويجيك واحد في النوس يحاجزك يقول لك لا لا خليه وخليه يحجزك عرفته دا إلا الآن بيقول حجاز ما بخليك تمشي على التصوف دا شأن تكسروا وتنفي الشبهات بتاعته ما بيخلوك في كم مسجد الآن عندهم كم مسجد في البلد أمشي قلهم دا نعمل دورة في التصوف ولم نجيب سيرة واحد من الشيوخ صوفية بس والله ما يدوك فرصة ما بيدوك فرصة أصلا فالشغل ملخبة نسأل الله العافية شوف الأمن والطعام والفوز يوم القيامة بتحقيق توحيد الله تبارك وتعالى وترك عبادة الأوسان وعبادة الأنداد مع الله تبارك وتعالى أتفي بهذا القدر وأقدم أتحدث من بعد وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان